موسيقى خالد أحد الفائزين في نهاء مسابقة تحدي أيام الطاقة النظيفة التي أجريت فعاليتها بوحدة تنمية الأجهزة الشمسية ببوسماعيل تويج خالد بالمرتبة الأولى على ابتكار مدفأة من نوع خاص تعمل بالطاقة الشمسية أنا لا أعود أتكريم لشخصي المتواضع ولكن أعود أتكريم الجزائر لماذا؟ لأنني أعتبر نفسي منتوج خالص من الجامعة المدرسة الجزائرية المبدأ التشغيل هو بسيط نقوم بتزويد هذه النافذة بماء يحمل ماء حراري يمر في وسط النافذة وعند تعرضه للأشعة الشمس يقوم بالتدفئة الذاتية 17 مشروعا من أصل 67 كان جديرا بالاهتمام والمرافقة قدمها شباب طموح من مختلف جامعات الوطن ابتكارات تعمل على إيجاد حلول ذكية لمعضلات قد يعيشها الإنسان في حياته اليومية هناك طاقات شابة جدا هناك طلبة في الماستر وطلبة في الدكتورة جاءوا بأفكار رائعة جدا ونحن الآن بصدد دراستها وصدد تقييمها وكذلك مرافقتها من أجل تجسيدها فعليا في الميدان مثل هذه المسابقات تسمح باكتشاف أفكار مبتكرة في مجال الطاقات وتسمح لحاملها بالمساهمة في تجسيد برنامج الطاقات المتجددة في البلاد الهدف منه هو أننا نعطي فرصة لهذا الشباب أنه كذلك يصبح عنصر فاعل في تجسيد برنامج الطاقات المتجددة الذي يهدف إلى إنشاء 22 ألف ميجاوط على أفاق 2030 وشفنا كذلك المبادرة الأخيرة من الحكومة لتجسيد برامج الطاقات المتجددة على المستوى المحلي إضاءة ذكية، نوافذ تدفئة وغيرها من الابتكارات وجب مرافقتها لتحويلها لمؤسسات نشئة في مجال الطاقات النظيفة مما يكفل اقتصاداً في استهلاك الطاقة